السلام عليكم ما تنسى اشتقدم ساعتك بدء تطبيق التوقيت الصيفي اثنى عشر منتصف الليل يستعد المصريون لتطبيق التوقيت الصيفي بعد ساعات ومن المقرر ان يتم تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة مساء اليوم الخميس عندما تدق الساعة اثنى عشر منتصف الليل صباح الجمعة الموافقة 26 من ابريل 2024 ويتم تقديم ساعة ستين دقيقة كاملة حيث يتم تقديم الساعة لتكون واحد صباحا بدلا من اثنى عشر منتصف الليل ويستمر العمل بهذا التوقيت الى يوم الثامن والعشرين من اكتوبر 2024 وتقوم اهلية توقيت الصيفي على تقديم الساعة ستين دقيقة ويأتي تطبيق توقيت الصيفي 2024 تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي ونص القانون الرقم 24 لسنة 2023 على انه اعتبارا من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل حتى نهاية يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهوريات مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر ابريل الماضي في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز نقطة وكان مجلس النواب وافقا نهائيا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي ويهدف الى عودات العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل حتى الخميس الاخير من اكتوبر وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرة اقتصادية وصدق رئيس عبدالفتاح السيسي في 16 ابريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم